نبدأ مع بعضها شفاء اول جزء في الواجب. في الحصة الرضعة. اول سؤال. بيقول لي اليمف ايكوال ايد فولت ايكوال ايد فولت تلميب ايكوال زيرو. بكام الوي تلميب كام انا عرف ان الوي اكوال في بي مينس اي ار فلما الاي يبقى بزيرو يبقى الوي ايكوال كام يعني ايكوال كام ايت. هنا بيقولي زي internal resistance is can تعال نكتب قوانين اللي ظهرت فيها ال R internal أول قانون معنا مثلا ال I total equal VB على R equivalent plus R internal طيب فين ال I total أنا محتاج أحسب ال I total مش أنت معاك أنه هنا فيه 1 ampere مش اللي 2 دول parallel مع بعض وال parallel اللي قلنا الفولتي فيه ثابت فال I في R يبقى I1 R1 equal I2 R2 ف1 في 4 equal I2 في 4 فهيطلع برضو ال I2 بكام ب1 برضو طيب هما هما الاتنين نفس المقامة نفس resistance وهنا فيه 1 ampere يبقى أكيد هنا في 1 ampere يبقى أكيد اللي كان طرعي من البتري أصلا وجيه هنا وتقسم عليهم كم بكام باتنين ampere يبقى إحنا جبنا أن البتري مع كبه 14 الاربعة مع الاربعة دول I نحسبهم نحسبهم او الواحدة منهم على عددهم أرى لأن أربعة لاتنين باتنين سيريا اسمع مين سيريا اسمع الاربعة دي زائد نعرف من هنا نحسب الار شايف تسولف على الكليتر هطلع معك كام هنا بيقول ما بين يعني هنا كده تلاتة فولت يبقى من ايه لحد الدي كله كام فولت تعال نشوف تعال نبسطها الأول شكل الرسمع أصلا أعمل كده هنا في ما بين مقامتين يبقى قرعة لاتنين من مقامت يعني قرعة تلاتة طب الرجل بيقول لك ان دولة واخدين تلاتة فولت اذا كانت النص واخد تلاتة فولت يبقى الار تاخد كام النص واخد تلاتة فولت يبقى الار تاخد كام ده بتاع ده ده على ده هيطلع معك كام ستة فولت يبقى اذا الار هتاخد ستة فولت يبقى الار على التلاتة هتاخد كام اعمل هيطلع معك اتنين فولت خلاص يبقى ستة وتلاتة واتنين كلهم بقوا كام حدواشر فولت. هنا بيقولي الفولت ميتر اس فور فولت الفولت ده بيقى ربعة فولت عايز الكارنت اللي في سكس اوم. عايز الكارنت اللي هنا. طيب الاول ممكن نستفاد بان احنا نجيب الكارنت التوتل عن طريق الفور فولت على الاتنين اوم. باتنين امبير. يعني عرفت كده ان الكارنت اللي بيخرج من الباتري باتنين امبير. بيجي هنا يتأس. يبقى انا لازم هشتغلت بالكارنت اللي انا عايزه كام المقاومة التانية على مجموعهم في الكارنت اللي داخل. هتحسب عكي الكليتر. هيطلع معك كام? اربعة على ستة زاد اربعة. كل ده كام? في اتنين. هطلع معي. او بوينت ايت. نيبقى لجابة ايه? هنا عايز بتاعت الار. طيب انا عشان نجيب الار اصلا. انا محتاج طيب تعالى نشوف كده. هعمدين هنا ايه? ايه? مش يبقى اول حاجة اول نجمة ما فرقتش معي. فاكرة الاربع نقط اللي الكريم عنهم. فاكرين? قلنا اول طريقة نفكر فيها الوي ايكوال اي ار. تانية طريقة الوي بي ايكوال اي توتل فار اكويفلنت زائد ار انترنل. تارية طريقة البوتينشل بيتقسم في السيريس. ديفايد ان سيريس. واخر واحدة البوتينشل كونستنفين في البارل. دول خلال ربعة قائد. فاول واحدة ما نفعتش. اول ما فادتنيش في حالة. تاني والله ممكن. تعال نقر. تاني لو جبت منها الفي ايكوال في بي ماينس اي اور فلا انا حارف استفاد فعلا اربعة ماينس نص. فو بوينت ايت حيطلع لك سري بوينت سيكس بولت. بنت عرفت ان الباتري مش هتخرج اربعة. لأ هتخرج سري بوينت سيكس بولت. كده استفادنا بالكارت التاني. نقص لكارت التالت والرابع. البوتينشل بيتقسم في السيريس. البوتينشل سابت في البارل. فين السيريس? الاربعة اوم دي. طب دي هتاخد كم? كم فولت? ما هو معدي فيها كم? هاف امبير. اكيد. اللي هو التوتل ده. صح? يبقى هافة اربعة باتنين فولت. يبقى هتاخد كم? اتنين فولت. هو اصلا الباتري مخرجة كام? الباتري مخرجة سري بوينت سيكس. اتنين منهم راحوا فين? راحوا للاربعة اوم. يتبقى كام? يتبقى هنا كام? الباقي اللي هو وان بوينت سيكس فولت. يبقى احنا اول خطوة عملناها ان احنا جبنا الفولت بوان بوينت سيكس. ده كده الفولت اللي على ايه? اللي على زيستنس تاعتنا. فاضل بس ان انا اجيب الكارنت اللي ماشي فيها هي. طب اقول لك الحاجة. مش انت معي الكارنت توتل? اه. تعرف تجيب لي الكارنت اللي هنا? طبعا. لان الفولت معي ولا اقى. 1.6. 1.6 على 16. حيطل لك 0.1. يعني هنا في 0.1. يبقى اكيد فوق ماشي كام الباقي اللي هو كام 0.4 امبير. يبقى الرزيستنس التاعتي. هي ال 1.6 الدفاع ضد. ال 0.4. طلال لكام عالك الكليتر 4 اوم. هنا بيقول لي. عايز اللي هيحصل لل. طيب. مبدئيا قبل اي حاجة. انا لو قفلت السويتش ده. انا فيها الاي انكريز. يبقى الاجابة هتطلع معك. ياما اي. ياما سي. ياما دي. طيب ماشي. يبقى تلات اختيرات كده طيارنا اختير من الاختيارات. ماشي. بس لنا مذكر شوية بقى. لازم هتتغير. لان مش بزيرو. عارف لو كانت ركام بيارة سبعة. سواء فتحنا وقفلنا هيارة سبعة زي ما اتكلمنا في حاسة الشرح النهاردة. مظبوط. فاكيد برضو الايراية هتغير. بتاعة الفولتميتر. فاكيد اكيد يعني الاجابة مش هتبقى نوت شينج. فالاجابة ياما اي. ياما سي. صح كده? طيب. ولو انت برضو مذاكر. ولو انت برضو مذاكر. انا متأكد انها اكيد دي كريز. هتطلع لجابة سي في الاخر. لان احنا شرحنا زي النهاردة. فحاسة الشرح قلت لك الاركويفلنت بتقل في الاي بيزيد. فالفولت ايكوال في بي مينس اي ار الفولت الزاد يبقى سوري الاي زاد اسف الاي زاد. الاركويفلنت قلت فالاي زاد فلما الاي يزيد الفولت بي ايه? بيقل. من غير محسب. خلاص يبقى اللي ايه بقى ايه على طولي? اللي ايه بس ايه. في السيركت دي. طيب. هنا برضو ممكن نحسب. بس بطريقة تانية برضو. يعني انا قلت لك لو عفلت السويتش. الارهت ايه? هتقل. فالكارنت هيزيد. واكيد الفولت ميتر ده ريته هتزيد لان الكارنت اللي هيعدي هنا هيزيد. لان الكارنت اللي هنا هو الكارنت التوتل. وانا قلت لك التوتل هيزيد. يبقى اكيد الاجابة. يبقى يا اما بي. يا اما سي. ده اكيد الانصر. ولكن في مسألة زي دي. طالما الاميتر متوصل في فرع من الفروع. يبقى لازم احسب. تعالى بقى نحسب بفور وافتر. بص يا سيدي. بفور التردد ما كدتش موجودة. ده شكل الرسمة. طفها جدا يلو هنحسب. عايز الكارنت الكارنت ايكور هسميه ايوان بقى. في بي. على اتنين زائد تلاتة زائد ستة زائد الانترنت بواحد. هيطلع معاك كام? وون بوينتو امبير. ده كده الكارنت الاولاني. ده الفولت الاولاني. اي في ار. وون بوينتو في تلاتة. طلع معاك كام? سري بوينت سيكس. تمام كده? كده حسبنا ايه? كده حسبنا تعالى بقى نحسب لما نقفل السويتش. اه انا هقفل السويتش يعني دي كده خلاص بقت معايا. التلاتة بقت نتوصله. معنا. يبقى الاي تانية على اتنين زائد تلاتة زائد الاكويفلنت تعال اتنين دول مع بعض. اللي هو كام? اه سري في سيكس على سري بلاس سيكس. هيطلع لك تو. بلاس تو. بلاس الانترنل بوان. طلع لحكام عالك كالكليتر ناشر ديفايدد. اه تماني. وون بوينت فايف. طيب. والفولت ميتر. ما هو الفولت ميتر الوان بوينت فايف دول هيعدوا هنا. هيعدوا على الريزيستنس. فالفولت ميتر هي ركام ايف اوار يعني وان بوينت فايف في سري اكوال فور بوينت فايف فلت. ففي ناس بقى بتعمل يركز في الكلام كده. يقول لي اي وان يا مستر كان بوان بوينت تو. انما اي تو بقى بوينت فايف. فكده الاميتر انكريز. فولت ميتر فبرضو كده فيروح يختار حاجة فيها انكريز انكريز اللي هي مين? اللي هي سي. وطبعا الكلام ده غلط. غلط ليه? بص بقى سي دي. المشكلة ان انتو بتنسوا بعد ما تحسبوا الكارنت التوتل اللي هو بوون بوينت فايف بتنسى انك تيجي هنا وتقسم الكهرباء. ويقسمها ليه? لان الاميتر متوصل مع الستة. فهو عايز اللي داخل في الستة. هو مش عايز اللي كان بيتكلم على في الحالة الاولى كان فعلا الاميتر بيقرى مين? اي او. فعلا في الحالة الاولى كان الاميتر هو بيقرى الاي توتل. لان اللي معدي هنا اللي هيعدي هنا هو الاي ايه? هو الاي توتل. طبيعي. انما بعد ما افلنا السويتش. بقى ايه الوضع بقى? لأ. بقى عندك ان هنا فيه برانش. فالكارنت لما هي هنا هيتقسم. فما تنساش لو سمحت اي مسألة فيها سويتش. غالبا هتقسم الكهرباء. يعني الاميتر ده لو كان بره هنا معلش يعني. مش هقسم. عرفت ليه بقول كلمة غالبا? عشان الاميتر ده لو بره مش محتاجة يقسم الكهرباء. زي المسألة اللي فاتت دي مسلا. عشان كان هنا انا ما حسبتش ليه في المسألة دي. انا اللي ما حسبتش. لان الاميتر متوصل بره هنا. فمش محتاجة احسب. خلاص? يبقى خب بالك كويس قوي. لما يكون في فرع من الفروع? معلش? بعد ما تقفل السويتش? استخدم كورينت وايضا. يلا بينا. يبقى الكورينت. اللي في المقامة التانية على مجموعهم في الكورينت اللي داخلي يتقسم. هيطلع لي كام? تلاتة على سي بلس سيكس فون بوينت فايف. طلع لي هاف. اه ايه بقى اللي حصل الاميتر كده? كان بوم بوينت وبقى بكام? ايه ريتو? يبقى الاجابة. السؤال اللي بعد. عايز قيمة اللي تخلي الاميتر بفايف امبير. اين الكورينت اللي هنا بفايف امبير? خلاص نقفل السويتش عايزة قيمة اللي تخلي الكورينت بفايف امبير. طبعا الانترنل بزيرو. طيب عندنا اكتر من طريقة. اول طريقة الاي ايكوال في بي. على الار كويفلنت بلاس الار انترنل. طب ما الار انترنل اللي مستر بزيرو. خلاص يعني شو ما نكتبها اصلا? مش مهم. يبقى الار كويفلنت بكام? اتناشة على الحمسة. طب الار كويفلنت دي. اللي هي يمين. اللي هي الار مع الاتنين دول مع بعض. مش الاتنين دول بستة. سيريوس. طب ما تيجي نمسحهم كده? ونرسم واحدة بس بستة. عظيم. الاكويفلنت بتاعهم بقى بـ 2.4. يبقى الار في 6 على الار بلاس 6 بـ 2.4. يبقى انا ممكن اكتب هنا ايه? شايف تسوف عالك الكليتر. 2.4. الفا ايكويل. الار هكتبها الفا اكس. في 6 على الفا اكس بلاس 6. شايف تسوف ايكويل. طلع معي ان الار ايكويل كام? اربعة اوم. دي طريقة. خلاص? اعرفها. في طريقة تانية. والله بما ان الانترنة لمستر بزيره زي ما انت قلت لي يعني الـ يعني الـ يعني الستة اوم دي عليها اللي هو اتناشر. يعني هنا بكام? اتناشر على الستة. يبقى الكارنت اللي ماشي في الستة اكويل اتناشر على الستة. هيطلع اتنين امبير. يبقى اكيد بالعقل والمنطق. ازا كان هنا في اتنين امبير يبقى اكيد هنا في كام? الباقي اللي هو كام? اللي هو تلاتة امبير. طب والفولت هنا اكيد برضو كام? اتناشر. لان قلنا سابت في البراليل. يبقى قيمة الـ ايه? في على اي. اللي هي اتناشر على التلاتة. فعلا اربعة اوم برضو. السؤال ده هو هو بالضبط اللي حالناه رقم. راح فين? اللي هو رقم ساعة. فانا بس كذبك ان الفكرة انا متعادة. فعشان كده مش حلو. رقم عشر. لما قفلنا السويتش. الريدن بتاعت في وان كانت ماين بوينت سيكس. والريدن بتاعت في تو كانت سيفن بوينت وو واضح ان اللي اتنين ايه عكس بعض. مخصمين بعض. ده بيخرج كهربا يمين وده بيخرج كهربا شمال. عايز قيمة الانترنل بتاعت ار وان وار تو. طيب. مبدئين انت عشان تجيب الانترنل بتاع في وان اه الانترنل بتاع في بي وان. هنقول في وان اكوال في بي وان ماينس اي ار وان كذلك في تو اكوال في بي تو ركز بلس اي ار تو. اش معنى يا مستر بقى بلس? معلشان امركز. دي اتناشر. اللي هي السورس. الكبير اللي هو السورس. وده السغنون. دي بقى دي اللي بتتشحن. اتفقنا? طيب. واخد بالك ان الحاجة اللي معاصلاجها معانا هي ما انا معايا الفكرة. اللي هو الناين بوينت سيكس. ومعايا اللي هي الاتناشر. انا عايز ده. انا يصلك ايه? انا يصلك الاي. كذلك معاك وانت عايز دي بنقصك مين برضو? نقصك نفس الاي. تعال بقى نروح نحسب الاي. مش الراجل بيقولك ان كل واحد فيهم خرج كزا. يعني بيقرأ ناين بوينت سيكس وبيتو بيقرأ سيفين بوينتو. طب الفولت اللي في النهاية له هيكون بكامل. ما هو مالتنين عكس بعض يعني ناين بوينت سيكس ماينس سيفين بوينتو. طلع لي كام عالك الكليتر? تو بوينت فور. التو بوينت فور ده اللي حيروحوا فين? حيتصرف عالسيركت يعني التوتال بوتينشل ديفرنس. هيكون في وان ماينس في تو. الفرق بينهم لانهما بطريتين عكس بعض. طلع لي كام? طلع لي. ناين بوينت سيكس ماينس سيفين بوينتو بوينت فور فولت. التو بوينت فور فولت اللي حيروحوا فين? الوان اوم هي اللي هتاخدهم. يبقى ازا ممكن احسب الكارنت ولا لأ. في على عادي جدا. تو بوينت فور على وان بتو بوينت فور. خلص. كده جدنا الكارنت اللي احنا عايزين. تو بوينت فور. يبقى ارجع اقول هنا في وان اللي هي ناين بوينت سيكس ايكوال. في بي وان اللي هي اتناشر مينس. اي وان تو بوينت فور. فار وان. واحسب ار وان. هيطلع معايا كاما? ممكن تعملها انا هبدي الاتناشر بالمينس. يبقى ناين بوينت سيكس مينس اتناشر. هيطلع لك نيجاتف تو بوينت فور. ديفايد نيجاتف تو بوينت فور. يعني يطلع لي بوان. ابو هنا تحت. خمس عبس الكارنت معلش. بسيفن بوينت تو. بستة. بلص الكارنت بتو بوينت فور. وارتو اصيبها ارتو زي ما هي. ودي سيكس بالماينس. هيطلع لك. سيفن بوينت تو. ايكوال تو بوينت فور ارتو. يعني بكام? وان بوينت تو ديفايد تو بوينت فور. يطلع لي هاف. يبقى الار وان بوان. والار تو بهاف. حلو اوي السؤال اللي بصراحة. لان في كزا تتركي ايه اول تركيه انك تترجم ان اه هنا في في تو هتعملها مش 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 زي لعب لها. مش زي لعب لها تعمل ايه بلص هنا كده. وماينس هنا كده. لا هتبقى ماينس هتبقى بلص. الاولى عشان هي سورس. التانية بلص عشان هي دي التركيه الاولى. ممكن تقول لها مستر لارم ذاكر ومركز واشتعجبها. التركيه اللي فيه بقى انك تفهم انك لازم تعمل لهم ماينس عشان هم عكس بعض واللي هيطلع منهم مين هيكلوا? مين هيستهلكوا? الوان اون. ومن هنا عرفت فعلا نحسب الكرد. السؤال جامع جدا مسرحة. سؤالي بعده. ارون بسيكس اوم بنكتب هنا سيكس اوم. ار تو سري اوم بنكتب هنا سري اوم. ار سري بسيكس اوم برضو. وار فور بتوينتي فور. متوصلين مع بعض زي ما احنا شايفين? وبيقول لي لما يعني الارت هو مش معانا اصلا. كان بواحد امبير. ولما نقفله عايز مني وعايز مني كمان الانترنل. طيب تعال نحسبها. الاوليني اللي هو كان بواحد امبير. ايكوال كام في بي. على اريك ويفلنت. معلش هو اصلا ما كانش موجودة. ده ما كانش موجود ارتو ما هو قال لك ان هو اوبت. هنا بكام? والله اللي فوق دول سريس باتناشر. برل مع الاربعة وعشرين صح? دول كده سريس باتناشر. برل مع الاربعة وعشرين. يعني تمانية. بلاس ار وان. يبقى كده اول معادلة عندنا بتقول لي ان ال في بي اكوال تمانية زائد ار. خليك فاكره. طب المرة التانية قال لك بقى بواحد وربع. امتى? لما قفلنا السويتش. تعال بقى افل السويتش. افل السويتش. هكتب بس الارقام تاني. اربعة وعشرين ستة ستة ثلاثة. يلا بنا نجيب الارك ويفلنت. حط النقط. وان تو سري سري. يعني اللي اتنين دول مع بعض صح? تو سري تو سري. حيطلع معك اتنين. يبقى حمسحهم هما اللي اتنين. حمسحهم هما اللي اتنين. واكتب مكانهم كم? واكتب مكانهم واحدة بس باتنين. هنا كده اهي. يبقى هنا في واحدة. باتنين. والدورة دي كان بستة ودي كده باربعة وعشرين. برضو نفس القصة ووضع هلندول ايه? سريس. هيطلع تمانية. بارل مع الاربعة وعشرين. يبقى اربعة وعشرين في تمانية. الاربعة وعشرين زي التمانية. هيطلع معك ستة. ستة زائد ار. اعمل يبقى واحد وربعة في ستة. هيطلع لك سبعة ونص. طيب واحد وربعة في ار. ار بواحد وربعة ار. دي كده المعادلة التاني. تعرف تحلهم مع بعض علشان. تدلع الانونس دائتنا. ما هو بيتساوي تمانية زائد ار. وفي نفس الوقت سبين بوينت فايف بلاس وون بوينت فايف ار. يبقى تمانية بلاس ار. ممكن نستخدم قلم مختلف. يبقى تمانية زائد ار اكوال سبين بوينت فايف بلاس وون بوينت فايف ار. الحد هنا ممكن تعمل شفت صلبة وتحسب على الكليفليتر. انا هوادي دي بالماينس وهوادي دي برضو بالماينس. ايت ماينس سيفن بوينت فايف بون بوينت فايف اه سوري بهاف. ون بوينت تونتي فايف مينس ون واحد وربعة ار. حيروح لها مينس ار. يبقى لي كام? ها? ربعة ار. يبقى الار بكام? باتنين. هو مفيش اصلا انصر غيرها. اللي هي بس يعني لو كان فيه انت بعد ما بتخلص وجبت الار دي ارجع عوض يقيم هنا يقيم هنا انت حر. انا هواد في دي مسلا. هواد في اول واحدة. سهلة شوية. تمانية زائد ار. طبع ما نجبت الار باتنين. يبقى البي بكام? بعشرة فالت فعلا اللي سهل بعدو بيقول لي إن ذا أبوز the electric circuit if VB1 VB 2 is greater than VB1 and the reading of V1 when the switch key is opens 4 volt. V1 لما switch can open بئراربعة volt يبقى انت معاك الاراية لما كان طيب عظيم جداً. معنى ان اكبر يبقى دي اكيد السورس. هو اللي بيقول. واكيد دي اللي هي ايه? اللي هي اللي تشورج. طيب. فاكن لما قلت لك كيس نمبر ايت او ناين. ارجع رجاعهم في الحسة اللي فاتت الحسة رقم ثلاثة. معدرة الثالثة. لما يبقى انا مش شايف دول خالص. ولكن ما زال ادرعت الفولت ميتر متوصلة بمين? بالاتنين باتاري اهو. يبقى الاربعة فولت دي هي عبارة عن ايه? في بي تو ماينس التمانية. دي اتمنية التمانية اللي هي البطارية التانية. طب انا عرفت منين ان في بي تو هي الاكبر والله هو اللي قال اهو. في بي تو اكبر. طب انت ليه اصلاً مستعملتهم ماينس. والله دي بتخرج كهرباء كده ودي بتخرج كهرباء كده. عكس بعض. بهم عكس بعض. هيطلع معاك ان باتناشر فولت. كده انت جبت حضرتك ان باتناشر فولت. عايزين بقى القراءات لما نقفل خلاص بقت سهلة بقى اول حاجة. خلاص بقت سهلة بقى اول حاجة محتاجنا نحن نحسب الايه? نحسب الكارنت. الكارنت ايه كوال كام? مجنس اللي هي اتماشر مجنس تمانية. على ار اكويفلنت. بلاس الار انترنل بلاس الار انترنل. هيطلع معاك كام? واحد امبير. تعال بقى نجيب القراءات. بيقرأ اي في ار. واحد في تلاتة بتلاتة. طيب و في تو متوصل على يقرأ يعني اتناشر واحد في نص يعني احداشر ونص. يبقى الاجابة تلاتة احداشر ونص. اللي هي ايه? خد بالك معلش. لو كان بقى في فولتميتر تالت. متوصل فين? متوصل هنا. لو كان في فولتميتر تالت متوصل هنا. ايه هتقول لي دي بطارية والمستر قال لي الباتري بيقرأ في بي ماينس اي ار. لأ. معلش? دي تشارجة باتري. دي الباتري الصغيرة. فهنا هعمل بلاس. فساعتها كان هيرا كام? تمانية بلاس. تمانية دي اللي هي بتاعتها اهو? مكتوب تمانية. ايت. بلاس اي ار. الاي بي كام? واحد والاقرة بتاعتها بنص في ايها هيقرا تمانية ونص. خلاص? خد بالك من حتة ولا تشارج. رقم تلاتة عشر. اين زياي الكتريك سير كد شون انزا فيجر. افزا ريدينج اوفزا اميتر وينده سويتش كيه از اوبن. لما السويتش يبقى اوبن الكارنت اللي معدي هنا كده بواحد ونص اي جماعة احنا مش شايفين الفعل اصلا. مش موجود. طب في حاجة مش معنا? الار مش معنا. تاني ربنا نكمل السؤال تاني نقراها. نحسبها. يبقى. على الار كوف لانت. بلاس الار انترنل. خدت بقى لك. ده زائد ده زائد الانترنل. يبقى الار من انا بكام? او انا هناملها ازاي? اتناشر على الوحد ونص. هيطلع لي تمانية. تمانية ناقص ستة. هيطلع لي اتنين. كده انت عرفت ان يبي اتنين. خلاص يعمل. كمل اراية. بيقول لك بقى لما نقفل السويتش. لما نقفل السويتش. اراية الفولتوميتر تبقى كام. كونك قفلت السويتش ده معناه انك عملت سلك فادي للخمسة بص. لو هتسمي دي وان لازم هتكمل في الفادي فتسمي دي وان. طب ما كده الخمسة بقى اولها وان واخرها وان تتلغي. يبقى الاي ايكوال كام في بي على ار اكويفلانت زائد ار انترنل ما فيش غرا. بقى كرنت باربعة امبير. طب الفولتوميتر بيقى كام ايف ار. يعني اربعة في اتنين بتمانية. لو الانترنل بتاع الباتري بهاف. معاك الانترنل بهاف. والريدين بتاعت الفولتوميتر لما كان اوبن يعني ده كده الفي بي يخد بالك. لو الكي اوبن. والفولتوميتر بيقرأ حاجة يبقى كيب بيقرأ الباتري. لان المفهول في الحالة دي يقرأ كام? فده مش موجود يبقى هو بيقرأ مين? يعني الراجل بيقولك ان بواحد وعشرين. خلاص ما تشكري. ولما قفلنا بقى يقرأ تسعتاشر ونص يعني تسعتاشر ونص. يبقى انت معاك الفي بي ومعاك الفي. طالب منك ايه بقى? طالب منك الكارنت انتنس تي اللي في السيركت وطالب منك قيمة القرأة الواحدة بكام? طيب تعال نشوف كده. الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. الفي بتسعتاشر ونص. الفي بواحد وعشرين. الاي عايز اعرفها. اعرف من هنا احسب الاي. اه. ودي الواحد وعشرين بالماينس يبقى تسعتاشر ونص ماينس واحد وعشرين هيطلع نيجاتف وان بوينت فايف. هيطلع لك تلاتة امبير. كده انت جبت الكارنت. تمام? لاحز ان الكارنت ما ما عنديش قانون تاني. في ناس تقول لي ايه مستر بتشملها اشترلت بالقانون ده. ما هو الاي تو تريك والاي? في بي. على زاد ار انتنر. معاك ار كويفلانت? لا. يبقى قانون ده اللي هو ده ما فيش غيره. خلاص? طيب نجبنا الاي. تعالى بقى نجيب الار كويفلانت. هرجع بقى للقانون اللي ناس كاببوا من شوية. الاي توتل. ايكو. الفي بي. على الار كويفلانت. زائد الار انترنل. هحسب من هنا قيمة الار كويفلانت. بكام? واحد وعشرين على التلاتة. داد فيا يديني سبعة. سبعة ما يناس الهوف. يعني الليلة دي كلها بسيكس بوينت فايف. طب الليلة دي كلها بتساوي كان اصلا. تعالى نشوف. والله واضح قدامي ان دولة سيريس مع بعض. كارنت لما هي هنا هي تقسم. ما عند النقطة دي كده بالزبط? هي تقسم. دولة سيريس باتنين ار. ودولة سيريس باتنين ار. بعد كده كلهم مع بعض. اتنين ار مع الاتنين ار. الواحدة منهم مع العددهم اتنين ار على الاتنين تديني ار. يبقى انا ممكن اشيلهم هم لكلهم كده اشيل دول اشيل الفرع الفوق. والفرع اللي تحت. وارسل مكان وفرع بار. طب ما هو ار وار بنص ار خلاص? بنص ار. يعني الار بكان في النهاية. ب13 اون. يبقى انا جبت. ان الار ب13 امبير. يبقى الاجياء بقى ايه? بقى اخوت بالك انا عملت ايه? بعد ما جبت الاي خلاص. من القانون دوت. الجمعت المقامات دي. دولة سيريس باتنين ار. ودولة سيريس باتنين ار. بقى عند حضرتك اتنين ار. مع ار. مع اتنين ار. خدهم مرة واحدة على كده? واحد على الاتنين زائد واحد على واحد زائد واحد على الاتنين واقلب الانصر في الاخر. هيطلع لك فعلا نص. وقى كون تهاب كام? بقيمة اللي انا قردي جبتها من القانون. بتاع الفي بي. اه بتاع الاي توتل اكوال في بي على ار اكويفلنت زائد ار انترنل. نروح لسؤال خمستاشر. تعال نشوف. هو وضح ان الفولتوميتر هنا بينجدية تسعة. يعني الارايات كلها تسعة. فانا تسعة دي اللي يمين الفي بي. وفي هنا ايه? ار انترنل. طب امتى ال في اكوال الفي بي? حاجة من الاتنين. يا الاي يبقى بزيرو. يا الار تبقى بزيرو. وهنا في السؤال الار مش بزيرو. يبقى لازم الاي تبقى بزيرو. فانا عايز الفولتوميتر يقرى الفي بي. يعني يقرى تسعة. فانا لازم اقفل عشان دراعه اليمين. لمس البوسطف. ولازم دراعه الشمال يلمس النجتف. فانا لازم اقفل اس تو. لازم اقفل اس تو ده. يبقى لا محالة. يبقى لاجابة طبعا يا بي. يا دي. طب ما هو انا عايزه يقرى يعني انا عايز لقى بزيرو. يعني انا عايز يبقى سيب ده مفتوح. يبقى لاجابة هتكون بي. لان سيادتك لو قفلته. سمعك تقول ايه يعني لو قفلناه? ما حبيبه لو انت قفلته ساعتها هيمشي عادي جدا. ساعتها لو انت قفلت السويتش ده ساعتها انت هيخرج كده عادي ويعدي فين? في الار اللي احنا مش عادي فين قامتها اصلا. ويكمل طريقه كده. فساعتها هتكون لان هكون في ايه اصلا. لا درا مش عايز يكون في ايه. فانا لازم افتح السويتش ده. لازم افصل الكهربا هنا. خلاص. واضحة لحاتة دي. يبقى انت عشان تخلي يقرى فعلا قيمة الفي بي. اول حاجة تقفل ده عشان الفي بي اصلا لوصله. انا عايز اوصله بالباتري بس. عشان يقرى الفي بي. يبقى لازم سيبدأ ايه? السؤال اللي بعده. اتني كده معلش? اتني كده معلش? حاضر. اللي ايه في حالة الكروز? مالو. بي ايكوال الكارنت في حالة لا باي هاف اكتر منه باي هاف باي هاف يعني زود نص. بكلمة زاد بقد كزا. تزود يعني او تنقص. كلمة هتكمل معنا لحد اخر السنة. وانكريز باي. يعني كان بقيمة وبقى بهاف بقيت قيمته هاف هي هاف امبير. كلمة يعني هو كان بقيمة وزودنا عليها هاف امبير. تمام? زي مسلا موظف شغال في شركة. بيقولك انا مرتب يزاد من سري كي يعني من تلات تلاف تو فور كي مرتبه زاد من تلات تلاف لاربعة تلاف. يبقى هو كده مرتبه كام? عربعة تلاف. طب واحد كان مرتبه تلات تلاف. وانكريز باي تو كي زاد باتنين كي مرتبه كام? خمسة كي خمس تلاف. في فرق بين كلمة انكريز باي وانكريز تو لو سمحت. ما هو مهمة جدا جدا ومكملة معنا في وفي طيب. ما تيجي بقى نحسب مع بعض كده الاي اوبن الاول. اي اوبن يعني الكاب تندمش معاك انا مش شايفه. خلاص بقى مش موجود. الاي اقوال كام? على اللي هي سبن بوينت فايف. كل ده بلاس كام? بلاس هاف. حسنت الاي عادي في حالة الاوبن. تعالى بقى نقفل السويتش. يلا. هقفل السويتش. كده بقت بكام? عصام كده يلا. ففتين في سبن بوينت فايف. هيطلع المكهة كام? خمسة. يبقى على زائد يعني على 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 لاين بلاس هاف. لحد هنا اعمل هيطلع على كام? على طولة اويلله. احنا ستة ونص. عايزك اكتبها الفا ايكول. الفا سول يعني. بعد كده الفا اكس. على التسعة زائد نص. عايز الانصر شفت كالك ايكول. هيطلع على حضارك ال في بي 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 احتاشر بوينت سبعة فولت. تمام? السوية اللي بعد. عايز خلاص يا عم عرفتنا ان الكار انتبه مع الامبير. هاتلي بقى قيمة المولتميتر. طيب. تعال نفكر سوا كده. مش اننا معاك اللي معاك اللي معاك اللي معاك اللي معاك اللي معاك اللي يعني ممكن تعرف الباتارية دي هتخرج كام? اه. ال في اكول في بي مينس. يعني عشرة ناقص واحد في واحد بتسعة. يعني الباتار دي هتخرج تسعة فولت. طب ما انا عارف ان بيتقسم في السيريس. هو انت يا تلاتة قومها تردي كام? والله انا هاخد اي في ار. يعني واحد في تلاتة تلاتة. يعني انا هاخد تلاتة فولت. البقى كامل التسعة. ستة فولت. يروحوا فين? يروحوا هنا. خلاص مش محتاجة حسابات. طب لو قال لك هاتلي قيمة الار ما الار سيكس على في على اي. سيكس على ون بسيكس برضو. هي هي. خلاص انا سبقى سألك سؤال زيادة يعني. لو كان طلب منك الار. سوي انا عايز منك قرية الفولت ميتر. تمام? فعلا عملت ايه? شفت الباتاري هتخرج كام? سوري. شفت الباتاري هتخرج كام? بالقضون. في ايك وال في بي مايناس اي ار. ليه ده هتخرج تسعة? طبعا عندي ايه هنا? سيريس والبارل سيريس. فالفولت بي ايه? بيتقسم. اسأل التلاتة انتاخد كام? ليه ده هتاخد تلاتة الفولت ايف ار. يبقى الباقي يروح لين? ليه بيت السيركت. السهى اللي بعده. عايز قيمة الار اللي تخلي الكارنت باثنين امبير. يبقى كارنت هنا بكام? باثنين امبير. نفس القصدية دي اسهل. الطيب. يبقى البتارية دي هتخرج كام? مالانتنا البزيرها مستر خلاص يبقى ال في اك والفي بي اك والعشرة. البتاري دي هتخرج كام? العشرة كلهم. طب انت يا اتنين اوم هتاخدي كم? هاخد ايف ار? يعني هاخد اربعة فولت. يتبقى لي كم من العشرة كلهم? يتبقى لي ستة. يبقوا دول مع بعض ياخدوا ستة. طب ما انا عمستر عايز قيمة الار. والار بيقول في على اي. والفي جبتها بست انا عايز بقى اي. اعمل ايه? طب ما انت لو عارف ان الكارنت التوتل باتنين امبير. تعرف تجيب الكارنت هنا عشان تجيب الكارنت اللي هنا? طبعا ما هو الكارنت اللي هنا ستة على ستة بواحد. يبقى اكيد الباقي اللي هو الواحد مش هين? يبقى الكارنت برضو بواحد. فهمت عملت ايه? انا عارف ان فيه اتنين امبير ماشيين كده. نجبوا يتقسموا على فرعين. الفرع ده ستة اوم. والفرع ده ما اعرفوش. ده عليه ستة فولت. وده عليه ستة فولت. فهمت انا عامل ايه? جبت الكارنت تحت. منين? في على ار. الاي في على ار. ستة على الستة بواحد. فانا عرفت ان تحت في واحد امبير. يبقى اكيد فيه فوق كام? بواحد امبير لان اللي داخل اصلا بالتنين امبير. فهم? فاجبت الكارنت خلاص. اعرف ايه بالار. اللي بعده? زي فولت ميتر ريد زي اتناشر. ده بيقرأ اتناشر. يبقى كده هجيب الكارنت تناشر على الستة باتنين امبير. عايز قنطي ال كلام فاضي. الكلام فاضي. الكلام فاضي. الكلام فاضي. الكلام فاضي. الكلام. الثلاثة والستة سيريز باتنسعة. بلاس الار انترنل اللي هيب وان. اجروب اوف لامس. اس كونيكتد امبيرل. واسبتر اتناشر فولت. يبقى الفي بي بي باتناشر. والانترنل بزيرو. التوتال كارنت بستة امبير. كل اللامبه منهم بستة امبيرل. عايز طيب منا ممكن نجيب او الار عن متن. بنشر على الستة. باتنين امبيرل. الار الواحدة منهم على عددهم. هما كلهم بكام باتنين. الواحدة بكام بستة. يبقى هما كام لامبه? تلات لامبه. نجيب الان ازاي? اه. طالما بيسألك على الان. هروح لقانون الان اللي هو ده. فالار قيمة الواحدة معك. بستة. الار كيف نجيبها ازاي? من اي اي او ده اللي عملت فوق. هنا. زا وفزة شو زا بتوين. زا بوتينشل ديفرنس. وايه? والانترنل رسنس. سوري والكارنت. عايز بقى الايه? الانترنل رسنس. ناخد اي نقطين من الواي اكسس. عالي بيقابلهم من ال اكس اكس. انا مسلا ناخد التو. مينس الون. عالي بيقابله. اللي هي كام? تو مينس زيرو. يبقى تو مينس وان على تو مينس زيرو. تو مينس بوان. تو مينس زيرو. تو يعني هاف. توينتي تو. هو بيقولك انا عايز قيمة الار دي. اللي تخلي الفولت بخمسة. طب ما هو. تعال نجيب كده. خمسة على عشرة وهاف. كده معانا ايه? الكارنت. خلاص نعود على طول ونجيب الار. الاي توتل. ايكوال في بي على ار اكويفلنت زائد الانترنل. الفي بي بنص. اه سوري. الاي توتل بنص. الفي بي بتمانية. الار اكويفلنت ار زائد عشرة. طب والانترنل بنص. نعرف نحسب. الار طبع بكام. تمانية على نص. ستة عشر. ستة عشر مينس عشر ونص. هيطلع كام? خمسة ونص.